خلي بالك كابتن برضو انت كان في مشكلة عندك جامدة انت عندك لعيبة ماضت بره ولعيبة انت بتجيبها وبتلعب وصادها الدنيا كانت من لخبطة لخبطة غريبة جئتا وعم بشانا بس هو الفرقة كلها اوانا وسبورتنج وليوطلس واسموحة يعني انا كنت تسحى الصبح الاقي فلان ماضت في حتة وفلان جاي لدي او لسه لا لا انا بتكلم اثناء المباريات يعني هل تسمع ده في العادي في البر فده انت كنت بتتاقلم مع ده ازاي يعني انت مسلا تسمع ان لعيبة عندك ماضت مسلا في حتة ده برضو اكيد بيشتل تفكيرك بص اكيد بالنسبة لنادي الاهلي احنا كنا يعني احنا بدأنا ترتيب الفرقة دي بدري جدا انا كانت في الكورونا كان كل يوم انا وكترقوف في النادي مع الجهاز فاحنا كنا عارفين يعني كنا عارفين اللي خلص انت مرتب ورقك منار مش معك هلا مش معك لوكاس مش معك فانت كنت مرتب الورق فانت كنت عايز ما كنتش بتخش في اي ديل غير اللي انت عايزه بس غير كده ما كناش بنروح للديل لتسمع بقى كلام اللي النادي الاهلي بيكلم فلانا النادي الاهلي بيكلم مش عارف ايه فكلام كله انت عارف طبعا با تشتيد برضو تشتيد بس انت طبعا انت في النادي الاهلي عندك من الخبرات اللي انت تتعامل مع الكلام ده وانت في الاول وفي الاخر ما بتردش يعني استحال يعني تعودنا في النادي الاهلي كده انت مهما تسمع كلام وكلام غلط وبيتقال عليك كلام وعلى فرقة الكلام وعلى مجلس دارة كلام ودخل وش عارب ايه ما بتردش ان في الاول وفي الاخر ما فيش حتى اللي كان بيسألني احنا لسه عاد عايز اقول لك لحد رسمي لحد الوقتي الناس كلها اعلنت الصفقات احنا اعلننا فريدة واقل ونوها شتة بعد احتراما للعيبة واحتراما لمبادئ النادي الاهلي واحتراما لنادي هليوبلس بعد ما نادي هليوبلس فنش السيطة نفس الكلام ما هي حلوة نفس الكلام رونان الاهلي احترام تعاقد اهم ما اعلنش الا بعد نهاية الهوصل في مجرد الكلام الكلام بقى اللي كان بينزل على الموقع cuz الكلام ده يعني اللي هو الوقع معا لعبتنا وكده يعني الكلام بقى كل يكان بينزل على المواقع ما كانش ليه علاقة بأيそうですね النادي الاهلي او قناة النادي الاهلي او المواقع حتى الناس اللي كان بتسألني يا جماعة خدوا الخبر من الموقع الرسمي لنادي الاهلي صحيح واحنا حتى كنا بنبقى عارفين فقنا ما كناش بنتكلم من الاحتراماً للمبادة وقاياً لديها طبعاً كابتن قولي يعني بصراحة بيبالواحد سعيد وقعد مع بطل وحق